اشتركوا في القناة البطولات في انجلترا لكن القصة في الحقيقة اللي تابع المباراة واللي شاف 90 دقيقة بيلخصه متعة وجمال واثارة كورت القدم حالة الصراع النهاردة الحقيقة اللي بتمنى اتمنى ان احنا نتعلم منها انه الصراع حدوده الملعب ملعب كورت القدم ومدته هي 90 دقيقة فريق خسران الشوط الاول بنتيجة 4-0 من غريم تقليدي بين الولد رافرد وبين ملعب الاتحاد قصة طويلة جدا من الصراع وغصة طويلة جدا من الحساسيات ورغم كده لا الفريق اللي سجل 4 اكتفى ولا الفريق اللي استقبل ال 4 استسلم هي دي متعة كورت القدم هي دي الحالة هو ده التابلو اللي انت تستمتع وانت بتشوفه بدون ملل بتستمتع وانت بتشوف حالة من حالات الصراع اللي الحقيقة يعني غيبة في احوال كتير جدا وفي اوقات كتيرة جدا عن مطشطنا نتمنى واحنا على عتاب موسم جديد ان كتير من القواعد والتابوهات اللي عيشنا فيها سنين طويلة في الدولة المصري تختلف نتمنى ان الصراع يبقى دايما اقرب منه ان يكون صراع على القمة اقرب ما يكون صراع على القاع عندي كلام كتير جدا عن المطش النهاردة وعن مجموعة من المطشط عندنا الريال بيلعب النهاردة اليوفي هيلعب النهاردة هنتكلم في حاجات كتير والاهم طبعا من كل ده الاستعداد المرحلة الاخيرة من بكرة يرجع الاهلي مرة تانية عشان يبدأ استعداده للمرحلة الاخيرة من فترة التحضير لمواجهة طبعا اتحاد المنستيري وعندنا كلام عن مطش الزهاب اللي هتليعب ان شاء الله يوم الحد اللي جاي وعندنا كلام عن مطش العودة وعندنا كلام عن تقم التحكيم اللي هيدير المواجهتين بس خلينا قبل ما ندخل في التفاصيل نبدأ حلقة النهاردة باهم الاخبار والعنامي الاهلي يعود للتدريبات غدا استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري في دوري الابطال والاختبار الطبي يحسم مصير برسيتاو من السفر مع بعثة الاهلي في كازوي حكم من المباراة الاهلي والاتحاد المنستيري باياب دور الثلاثين لبطولة دوري ابطال افريقيا والاتحاد المصري يعزي نظيره نظيره الاندونيسي في وفاة 174 مشجع في احداث الشغل وزير الرياضة يهنق مايار شريف على انجازها في بطولة بارما للتانس الجميل في الموضوع انه مفيش قاعدة تقدر تملك منها الحكاية مفيش معادلة سبتة تقدر تقول بيها الدنيا ممكن تكون ماشية ازاي على العكس من عندنا كل شيء روتيني كل شيء تقليدي كل شيء محفوظ حدش عنده الجرأة حدش عنده روح المغامرة حدش عنده فكر جديد هو هو كل موسم هي نفس القصة وهي نفس الحكاية وبالتالي انت بتفقد جزء كبير من المتعة انا حتى كاهلاوي يعني انا بتابع الاهلي في ماتشاته عارف السيناريو بتاع كل مباراة تقدر تقول كده انه المسرحية اللي انت هتتفرج عليها التابلول الفني اللي انت مستنيه بفرغ الصبر عشان تتفرج على فرقتك المفضلة انكن فرقتك على فكرة انت عارف مسبقا الاحداث هتوديك لغاية فين لكن القصة في الدورة الانجليزي شيء مختلف تماما ومش مرتبطة على فكرة بأسمية يعني لما تيجي تشوف السيزن ده وتشوف جدول الترتيب شوف مثلا ليえば겠فول اللي الى كان السنة اللى فاتت مش من عشر سنين ولا حاجة مش من عشر مواسم ينفس على الشامبينز ليج فريق واصل يعني في اربع مواسم ل ثلاث مرات لنهاية الشامبينز ليج وفريق فايز بالبريمير ليج وفايز من ثلاث مرات الى واصل فيهم من نهاية الشامبينز ليج باللقب وبينفس الريال لغاية الاخる اللحظة على اللقابين الاصعب او الاقوى على مستوى أوروبا البريمير ليج في إنجلترا والشامبيونز ليج على مستوى قارة أوروبا تشوفوا السيزن ده حد يختلف على قيمة يورجين كلوب حد يختلف على قيمة النجوم اللي موجودة في ليفر بول من أليسن بيكر لغاية داروين نونيز الصفقة الجديدة لويس دياز كل أشاد بيه السنة اللي فاتت دياجو جوتا محمد صلاح طبعا يعني مرعب البريمير ليج في أربع مواسم متتالية وهدف البريمير ليج الدائم فيرجيل فان دايك روبرتسن ترينتا أليكساندر أرنلد تياجو ألكنتارا نبي كايتا يقول بقى زي ما أنت عايز تقول عد يشوفوا الخيمة التسويقية حد يتوقع أن مواجهة فريق زي برايتون تطلع بنتيجة 3-3 ما هو لو برايتون ما عندوش الرغبة الفرقة نفسها وجهازها الفني مش مصدق أنه يقدر يلعب كرة يواجه فريق بحجم ليفر بول ويبقى طمعان في أنه يكسب وأنه يبقى في لحظة من اللحظات كذبا بالفعل وأنه لما ليفر بول يتقدم عليه في توقيت صعب جدا يفكر أنه يرجع تاني وياخد الجرأة والمغامرة قد يتوقع أنه مدرب أو مدير فني زي توماس طوخل انتشل 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 بمعنى كلمة انتشل فريق زي شلسي من سقوط مدوي تحت قيادة لامبرت فيرجع بيهم ويحقق بيهم لقب الشامبيونز ليج يمشي يعني الحسابات مختلفة عندهم بشكل كبير القصة والحكاية والرواية كلها على بعضها كباكتش كده أنا بكلمكش بقى على الإمكانيات وبكلمكش على الفلوس أكلم على الفكر على طريقة التفكير على الصوب حتى يتعقى أن فريق زي لستر سيتي من كام سيزين يطلع من شامبيونشيب عشان ياخد لقب البريمير ليج في أول موسم ليه في البريمير ليج الحكاية الناس دي اتطورت إزاي أنا بكلمكم على بطولة ما كانتش هي الأقوى على مستوى أوروبا من سنين مش بعيدة كان بتفوق عليها فترة من فترات الدولي الإيطالي وكان بتفوق عليها فترة من فترات الدولي الأسباني وكانت أسوأ كرة في مرحلة من المراحل يعني أسوأ كرة ممكن تتفرج عليها في الدنيا كلها هي كرة في الدولي الإنجليزي كلها أفرات وكلها كور بلونات وفياش أي متعة وفياش أي نجوم إزاي نازلت حولت التجارب دي مهمة جدا مهم أن احنا نحاول نفهم على أقل منها مش تازم نطبقها بالكامل لكن نحاول نستلهم منها على مدربيننا وخصوصا الجيل الجديد اللي طالع أنا بشوف أن الحقيقة فيه عندنا مدربين شباب صغيرين يعني في السن بيقدموا كرة حلوة عندهم فكر جديد قدروا يعملوا بصمة بسرعة بحس أن لهم ستايل مختلف عن المدارس التدريبية اللي موجودة بقالها سنين كتير جدا في مصر الناس دي لازم تتفرج ولو تقدر طبعا لو تقدر تعمل معايشات وتسافر برا ده هيفيد الكرة في مصر بشكل كبير لما نلاقي خمس ست فرق بتنافس على بطولة الدوري وأربع خمس فرق تانين بينفسوا على الهروب من القاع تبقى المسابقة ليها طعم ويبقى ليها شكل ويبقى ليها لون مختلف نتمنى نتمنى الحقيقة الكلام ده كله أنا النهاردة لفت نظري يعني لقطة بعد مكان الستي كاسبانة 4-0 لسه قصة هلن دي لازم نتكلم فيها الجزار متوحش مش لعيب يا جماعة يا رجل أول سنة ليه في البريمير ليج مكسر الدنيا مكسر الدنيا لكن أنا في لقطة حابب أو لقطتين تحديدا في الماتش لقطة الأولى سير أليكس بيركسون واحد طبعا من صناع يمكن يكون أهم بصمة في تاريخ نجاح منشستر يونايتد وصانع أجيال دهبية يعني اللقطة لما الكاميرا قطعت عليه بعد ما منشستر سيتي سجل الهدف الرابع اللقطة دي يا جماعة يجب أن تدرس حالة الحزن والإحباط اللي بتعكس وعلى فكرة يعني ما أعتقدش أنه في أي لحظة من اللحظات التراجع والبعد عن منصات التتويج كان فيه خطأ تقدر تمسكه على إدارة منشستر يونايتد الأجهزة الفنية المتتالية والمتتبعة اللي تولت مسؤولية منشستر يونايتد ولا الأجيال الكبيرة من النجوم أفضل نجوم العالم دايما كانوا موجودين في المان يونايتد وبص للفريق اللي موجود السنة دي شوف القيمة التسويقية شوف أسماء النجوم اللي موجودة فيه شوف أسماء المدربين اللي تولوا مسؤولية تدريب اليونايتد من بعد مرحلة أليكس بيركسون لغاية النهاردة تلاقي أسماء على أعلى مستوى النادي الأكتر انفقا على صفقاته بيدفع فلوس مش ممكن فلالإدارة فيه مشكلة طبعا فيه مشكلة لكن للإدارة أسرت للأجهزة الفنية أسرت لللاعبين أسروا وفي النهاية المردود والمحصلة صفر وكان الله في عون جماهير اليونايتد والحمد لله أهلا نعمة الأهلي نروح وهنتكلم كتير على مطشط النهاردة وعلى الدربي منشستر بس خلينا نروح لأخبار النادي الأهلي حالكم عارفين أنه مارسل كولر كان قدل أو خد قرار أنه مبارح والنهاردة يكون رحم التدريبات والفريق إن شاء الله بداية بكرة هيرجع مرة تانية لتدريبات الجماعية يقود الفريق في تدريباته المرحلة الأخيرة قبل الصفر يوم الخميس توليس طبعا مارسل كولر عشان يحضر لمواجهة الاتحاد المنستيري في بداية مشوار الأهلي في بطول الدوري الأبطال كل التوفيق عينينا السنة دي متركزة بشكل كبير جدا على كل البطولات طبعا يعني أنا بتهايلي أنه جماهير النادي الأهلي السنة دي ما عندهاش مساحة التنازل عن أي لقب مهما كان إحنا السنة دي الأخدر واليابس ده هدف الجماهير النادي الأهلي وفي مقدمة ده طبعا دولي الأبطال عشان نوصل لكاس العالم بعد مرحلة من مرحلة أولى طبعا غاب فيها القوام الأساسي من الفريق طبعا حضراتكم عارفين أنه المباراة الأولى والمباراة التانية سواء مع بيترو جات اللي انتهت مباراة دي بنتيجة 5-1 أو الفوز على الأسوام من نتيجة 2-1 2-1 كان فيه عدد كبير جدا من اللاعبين إما ما انتهوش من البرنامج التأهيلي اللي الجهاز الطبي كان حطه أو كانوا بيشاركوا مع منتخباتهم سواء منتخب مصر الأول منتخب مصر الأوليمبي منتخب تونس منتخب مالي محترفين يعني الأجانب كان بيرسيتاو بعيد كان شريف بعيد كان أفشا بعيد كان عمار حمدي بعيد وكلها أسماع كبيرة جدا متقدر تراهن عليها أتوقع بالنسبة لبيرسيتاو خليني أقول لكم النهاردة فيه كشف طبي هيتحدد على أساس القرار المرتبط بإذا ما كان بيرسيتاو جاهز أنه يسافر بداية مع النادي الأهلي مشاركته من عدمها دي قصة يحسمها ميستر كولر في يمكن التمرين الأخير لكن هل هيسافر ولا لا ده لا يتحدد بناء على الكشف الطبي اللي هيخضع عليه نجم جنوب أفريقيا ونجم النادي الأهلي بيرسيتاو خلال ساعة الصورة بالنسبة لأفشة مطمئنة جدا الرجل جاهز وبيشارك ودخل طبعا حالته الفنية واستعادته للياقته ده أمر برضو هيبان خلال الأيام اللي جاي لكن من ناحية الجاهزية للمشاركة هو جاهز في النهاية مستوى الفني مستوى البدني هيحدد مساحة مشاركته يبدأ أساسي يبدأ احتياطي يبدأ مباراة الزهاب ولا يستنى المباراة العودة في النهاية القرار ده هيكون على مسؤولية مارسل كولر والنهارده بالمناسبة يمكن قبل رحلة السفر كابتن محمود الخطيب كان اجتمع مع مسؤولية مارسل كولر شان يتكلم معاه احنا خلاص أيام بسيطة جدا قليلة بتفصلنا عن بداية السيزن كله صحيح المواجهة في الدولة الأبطال لكن خلاص المباراة العودة حتى تحدد لها الأهل يعلن أنها تكون يوم 15 تلعب 9 في تونس ترجع تلعب يوم 15 هنا في القاهرة ده بالنسبة لانطلاقة مشوار دولي الأبطال بعدها هيبقى بداية الدولي المصري في نسخته الجديدة وبعدها عندك مباراة مهمة جدا اللي هي السوبر المصري اللي هيجمع بين الأهلي والزمالك فكابتن خطيب الحقيقة كان الاجتماع مش مرتبط بس بمباراة التحدي المنسيلي لكن كان مرتبط ببداية الموسم ككل كلم معاه في كل التفاصيل وأكد على كل الدعم والمساندة اللي هتقدمها إدارة النادي الأهلي للجهاز والكلام كان مرتبط بتحقيق الأهداف اللي بتتطلع عليها إدارة النادي الأهلي من ناحية واللي طبعا بيتطلع عليها كل جماهير النادي الأهلي خليني أقول لكم كمان إنه فيما يتعلق بمباراة الزهب التحدي الأفريقي كان أعلى عن أنه تقم التحكيب اللي هتولى مسؤولية مباراة الأهلي والتحدي المنسيلي في دور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا هيكون الحكم ده طبعا مباراة العودة هيكون الحكم الزامبي سيكازوي هيكون حكم للساحة هيكون معه جيلسون إيميليانو دوس سانتوس ده حكم مساعد أول أرسينيو تشادريك مالينجول حكم مساعد تاني وأودريك نيكول حكما رابعا للمباراة مباراة الزهاب والتحدي بين الأهلي والتحدي المنسيلي اللي هتتلاعب إن شاء الله يوم الحد جاي الساعة 4 بتوقيتنا هنا هيقضها طاقم تحكيم جزائري بقيادة الحلو بن إبراهيم ده هيكون حكم ساحة وهيكون معه معاونين مساعد أول أكرم زهروني وحمزة بوزيت مساعد تاني وهيكون إلياس بيكاسيو هو الحكم الرابع في المباراة زي ما قلتلكم إن شاء الله المباراة هتقام مباراة العودة هتتلاعب على ملعب الأهلي والسلام النهاردة طبعا صحينا على كارثة كروية جديدة ويمكن بمناسبة طبعا الحادث الأليم اللي أصاب بإندونيسيا اتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام نعى ضحايا أحداث مدينة ملانج الشرقية في إندونيسيا يعني مع التمني طبعا بأن تسود الروح الرياضية في جميع ملاعب العالم حادث مأسوي نتج عنه وفاة 174 شخص على الأقل وإصابة أكتر من 180 شخص خلال حادث تدافع للجمهير في أثناء عمال شغف في واحدة من المباريات في الدوري الإندونيسي ودي تعتبر يمكن أعتقد يعني أعتقد علومة شموة كادة بس أنا بتهيئ لي أنه دي أسوأ كارثة حصلت في ملاعب كرة القدم وطبعا بعد الحادثة ربطة الدوري الإندونيسي أعلنت طبعا عن طاقه في المسابقة وإجراءات للتحقيق في الكارثة وأبعدها وملابساتها ويعني في انتظار نتائج التحقيقات خلص تعزينا طبعا يعني يعني الكارثة من النوع ده بتبقى مؤلمة ومؤثرة جدا جدا ناس بتفقد حياتها في مباراة رياضة ده شيء الحقيقة يعني صعب أو الواحد يتحمله أو يفهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب رياضة الحقيقة يمكن كان حريص على تهنئة البطلة المصرية العالمية مايار الشريف بعد ما حققت لقب جديد في مشوارها في رياضة التنس فوزها وتتوجها مؤخرا ببطولة بارما المفتوحة للتنس حطها مرة تانية يمكن هي في مباراة النهاية قدرت تحقق الفوز على اليونانية ماريا سكاري في نهاية البطولة عشان تكون أول لعبة مصرية تتوج بلقب في بطولات رابطة المحترفات للتنس وطبعا دكتور أشرف صبحي أكد في بيان اللي صدر عن وزارة الشباب رياضة أنه عندها قدرة مايار طبعا بنت مصر على أنها تحقق كتير من الألقاب وأنه الوزارة مش هتتأخر بقي شكل من الأشكال عن دعمها في مشوارها عشان تقدر تحقق كتير من الإنجازات الفردية اللقب ده خلينا أقول لكم أنه كانت مايار تلعت من قيمة التوف 50 أو أفضل 50 لعبة على مستوى العالم وكان الرانكينج بتاحها أو ترتبها على مستوى العالم وصل للتصنيف رقم 74 لكن بعد فزها وتحقيقها للقب بطولة بارما قدرت تدخل مرة تانية في قيمة التوف 50 المفترض أنها يتم الإعلان عنها بكرة إن شاء الله دي كانت أخبارنا السريعة النهاردة عندنا كلام بقى عن الكرة العالمية ودربي منشستر يونايتد وبعض الأخبار المرتبطة الحقيقة بالدوريات في أوروبا وخصصاًا إحنا الإسبوع ده بفكركم لللي مش فاكر عندنا جوالات مهمة جداً وصدمات مش كتيرة لكنها هتبع صعبة جداً في بطولة الشامبيونز ليج بس تسمحوننا فاصل ونرجع لكم طيب واحد تصريح لوين روني قبل المطش طبعاً وين روني نجمل منتخب الإنجليزيون نجمل يونيتد السابق واحد من أهم نجوم الكرة في إنجلترا يعني خليني نقول في العشرة السنين اللي فاتت يعني أو يعني نهاية العقد الأول وبداية العقد الثاني من الألفات الجديدة للي ما يعرفوش يعني كان بيتكلم على السيتي كان بيتكلم على فكرة إنه إذا أردت أن توقف ده تصريح قبل المباراة أن توقف خطورة السيتي عليك أنك توقف كيفين دي براين والحقيقة أنه مطش النهاردة يعني أنا في بداية الموسم كنت مستحرب جداً 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 إزاي بيب جارديولا يستغنى عن ثلاث لعيبة أنا بشوفهم يعني قادر قادر بجد والدليل تفرج على خصوص مثلاً مع أرسنل عامل إيه تفرج على رحيم السيرلينج مع منتخب إنجلترا ومع السيتي كان عامل إيه تفرج على زانشانكو لعيبة ما يتفرضش في إيه إزاي تفرض في دول يعني عايز تعمل صفقات عايز تجيب ألفاريز هات ألفاريز عايز تجيب كالفين فيليبس هات كالفين فيليبس ما تفرضش في دول لكن جارديولا جماعة فيها حاجة غريبة جداً يعني إزاي توقف خطورة السيتي وده سؤال هيفكر فيه كل مدير فني هيواجه المن سيتي للموسم ده سواء في إنجلترا في البريمير ليج أو سواء في الشامبيونز ليج هجوم قوة أو قدرة أو يعني قدرات هجومية صحقة ما حقة أنا بيتهالي النهاردة إنه في كل هجمة كل هجمة بيروح بها السيتي على مرمى اليونيتد لعيبة اليونيتد وجماهير اليونيتد حاسين الهجمة دي احتمالية إنها هتكون جون كبيرة جداً وبعدين هتوقف مين ولا مين يعني هتوقف دي بروينا طب هتعمل إيه في الفودن طب هتوقف في الفودن طب هتعمل إيه في برناردو سيلفا ولو وقفت الثلاثة دول هتعمل إيه في هالند يا جماعة هنتكلم على بالمناسبة يعني هالند النهاردة وصل بالهاتريك بتاع النهاردة واسجل هاتريك النهاردة وصل لضعف تاني واحد معاه في جدول ترتيب على اللي بنفسه على هدفين بطولة الكريمير ليج ولد الحقيقة وخد بالك يعني مش بس ثلاث أهداف أو مش بس هاتريك في المباراة ده ثلاث أهداف واثنين أسست السنة دي القصة للسيتي غير وبداية أنه العروض اللي بيقدمها السيتي نتمنى بس أنه جورديولا ما تروحش منه في التوقيت الحاسم يعني عشان نبقى من التفقيد لأنه دايما 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 السيتي قريب ودايما دايما دايما السيتي مرشح ما نختلفش على كده في المواسم الأخيرة محدش كان يتخيل أنه السيتي يخرج قدام الريال مثلا السنة اللي فاتت دي مباراة أو مواجهة كانت تقريبا شبه محسومة وشبه مضمونة لغاية الديئة حاجة وسبعين من موراة العودة لكن في النهاية اللي عايز أقوله أنه يبدو كده أنه الأقرب السنة دي الأقرب السنة دي لو الكرة فيها عدل وإنصاف يعني السيتي ومن وراء بي أجي فريق بقى زي الريال يخش فريق زي البرن يخش الفريق زي بارشلونا يخش دي الممكن القريبة من لقب الشامبيوز لكن حالة الفواءان حالة الفورمة المستويات الفنية والبدنية والتركيز والتقلق للأسماء سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعة أنا بشوف أنه أفضل فرقتين مقدمين كرة في أوروبا السنة دي هو المان سيتي ومن وراء فريق البي أجي لكن طبعا إحنا تعودنا وعارفين أن الكرة ما فيهاش قواعد سبتة وبمناسبة والريال طبعا حاضر يعني الريال أكيد طبعا إذا كان في أسوأ مستوياته يعني الريال في أسوأ شوف السيزن اللي فات أسوأ مستوى في نسخة من نسخة شامبيوز ليج فاز بيها فريق ريال مدريد ما كانش المفترض أنه يعدي قدام البي أجي وما كانش مفروض أنه يعدي أو كان هيخرج قدام تشالسي وأكيد ما كانش مفروض أنه يعدي من الستي وأكيد برضو أنه ما قدمش اللي يخليها استحق أنه هو يفوز على ليفر بول في النهاية لكن يبقى ريال مدريد شعار ريال مدريد تيشرت ريال مدريد شعصية ريال مدريد اللي بتحطه دايما لأنه لازم يبقى بينافس برسولة السنة دي كمان فاق جدا ومناسبة الصراع بين بنزيمة وليفندافسكي ليفندافسكي مكسر الدنيا في أسبانيا لكن يمكن هالند سرع الأضواء شوية لأنه البرامير ليج أقوى من الليجة في أسبانيا ده من وجهة نظر ممكن الناس سرع يبقى لها وجهة نظر تانية لكن ليفندافسكي الحقيقة مقدم موسم ولا أروع مع البرسا وبنزيمة الحقيقة قدم السنة اللي فاتت موسم ولا أروع مع الريال وكان سبب هو وتيبو كورتوا في أنه هما يحققوا لقب الليجة ولقب الشامبينز ليج وده كان مغزى تصريحات فلورنتينو بيريز الرئيس نادي الريال أنه أكد بما لا يدعم مجال الشك أنه بنزيمة هو منسى يفوز بالكرة الزهبية في عشرين اتنين وعشرين على الرغم ما أشوف أن فيه لعيبة كتير جدا تصحق أنها تكون موجودة نحن عندنا صراع هدفين أنا مش فاكر حقيقة من فترة طويلة جدا كان لعيبة خط النص دايما هي المسيطرة والمهيمنة على لقب الأفضل يعني ميسي زيدان رونالدينيو كانتونا من قبلهم دايما كنت تلاقي نص العقل المفكر القلب النابد المحرك لأحداث هو دايما مصدر الإلهام وهو دايما البيحاء مارادونا من قبلهم لكن المهاجم الصريح ده إحنا في فترة أو في مرحلة المهاجم الصريح النهاردة منتكلم على كيليا نمبابي النهاردة منتكلم على إيرلينج هولند أو إيرلينج هولند نتكلم على ليفاندوفسكي نتكلم على بنزيمة كلهم راس حرب كلهم مهاجم صريح والمنافسة أعتقد مش هتطلع من الأسماء دي ويبقى طبعا إنجاز بنزيمة مع الريال سواء ليجة أو لقب تشامبينز ليج يخلوا أسهمه كبيرة جدا في تحقيق اللقب الأفضل على مستوى العالم من مدريد نروح معاكم على تشيلسي وتشيلسي مع ليفربول لتنين يتفق في نقطة مهمة جدا إنه الميركاتو الشتوي وحسنا طبعا يعني من حسن الطالع ومن حسن الحز بالنسبة لهم هما طبعا وبالنسبة لعشاءهم وجماهرهم إنه البطولات في العالم كله هتتوقف في شهر 11 وصورا لشهر 12 ده معناه إنه هيبقى الحال على ما هو عليه لغاية الجولة ما قبل بداية بطولة كس العالم وده يعطل شوية من مشوار المنصة على لقب بطولة الدورة الإنجليزية هنا بقى تشيلسي وليفربول يعملوا إيه؟ ما قدامهمش غير طوق نجاء وحيد وهو موسم الانتقالات الشتوية انتقالات يناير اللي جاية ومن دلوقتي بدأ الفريقين بدأ ليفربول وتشيلسي في إنهم يبحثوا عن فكرة تدعيم صفوفهم في محاولة منهم للرجوع للمشهد مرة تانية الاتنين بيعانوا معاناة شديدة جدا ويمكن معاناة ليفربول أكتر شوية من معاناة تشيلسي لكن في النهاية تشيلسي أقال تومس طاخل وعين بدل منه جراين بوتر ومعتقدش أنه ممكن يكون في ليفربول نية للاستغناء على يورجين كلوب لكن الكلام النهاردة على عهد الدسان البريطانية قالت أنه الاتنين بيتنفسوا على ضم لعيب جديد مكسر الدنيا في الدولة الأمريكية بيلعب في فريق اسمه شيكاغو فاير لعيب كولومبي اسمه جون دوران افتكروا الاسم ده كويس جدا جون دوران في حاليا عليه حالة صراع بين ليفربول وبين تشيلسي وولد عنده 18 سنة انتم واخدين بالكم من السن واخدين بالكم من حجم الأندية واسم الأندية اللي بتتنافس على ضم لعب كولومبي يعتبر يعني بلغتنا احنا او بمقايصنا احنا لعب صاعد ليفربول حطت 10 مليون يورو قالت احنا محتاجين اللاعب لعب فكرة عنده امكانات يعني قواجد بيلعب في مركز جناح ايمن عنده بيلعب عنده قدرات ليلعب في خط النص بتكلم بقى على سرعة بتكلم على قوة بتكلم على وبالمناسبة في الفترة الأخيرة اللي عنده 18 سنة ده بقى أساسي دولي في منتخب كولومبيا وبالتالي العين بقت عليه وأتوقع كمان انه عندها تانية تخش تنفس على ضم جون دوران في المركز الشتوي اللي جاي لكن تبقى طبعا صفقة جون دوران مهمة جدا بالنسبة لفرقتين دول ويبقى الحقيقة انه مش بس هيكون كافي يعني اعتقد انه ادارة ليفربول عليها انها تدعم كمان لانه معاناة ليفربول السنة دي بتبان اكتر في الناحية الدفاعية او في الشبق الدفاع اكتر ما بتبان فيه هجوم قدرة ليفربول على انها تخافز عن نظافة مرماها او على عدم استقبال اهداف هي المحكة الاساسية لعودة ليفربول مرة تانية لقدرته على او لمستوى للصراع على الالقاب طيب نختم ب ميسي طيب طيب خلينا ناخد خبر بيسي ومنتخب الاجنتين لان احنا هنعدي كمان على كاس العالم ما ضفنا ونجمينا النهاردة واحد من النجوم دفاع النادي الاهلي كابتن عمر الحديد هيشرفنا في السادسة بس تسمحونا قبل ما نستقبله هنروح لفاصل ونرجع لقبلكم بعد الفاصل مباشرة هو انا من حسن حظي انه كابتن عمر شاف وتابع معي الملحمة دربي منشستر تسع اهداف متعة اصارة جري مهارة لياقة قوة كل عناصر كرت القدم اللي انت عايز تتكلم عليها كتحضرة في التسعين دي فقبل ما ادخل في التفاصيل معي بعد ما رحب به طبعا وبقاله كتير يعني غايب علينا في السادسة وحشنا خلينا نقول له الاول اهلا وسهلا شرفت ونوارة الدنيا شفت كرة مختلفة عن الكرة المتفرج عليها كرة غير بصوا سيد احمد الناس اللي موجودة كل واحد عارف انت ممكن انت قبل ما خوش كل واحد فيهم كل هجمة للسيتي لها معنى يعني لو تفوق منشستر لأن تقطع الكرة هتترجب الهدف كل كرة تحرقات هلان الدبروين التحضير من تحت كل حاجة سليسة كل حاجة سهلة هو هل انت ظهرة من وجهة نظرك طبعا اما يكون عدد الاهداف في مدة زمنية اللي بتدأي الدوري بالشكل ده بيتحرك كويس قوي بياخد قرار تبقى من لمسة واحدة كويس قوي بياخد قرار ان هو يروح لكرة يعني بيلعب على زكاؤه مش على اخطاء المدفعين على زكاؤه تحرقاته مش جاي من فريق يعني بطر يعني 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 فريق طبعا مدرسة محترمة جدا في كورة القدم بروسيا دورتموند واحد من الفرق اللي عودنا كمان نقدم اهم من الاسماء يعني كان جوم ويصدر لاوروبا اهم من الاسماء لكن ما فيش شخصية البطر ومنتقل من دوري اقل في النهاية البوندزليجا دوري قوي جدا لكن يبقى اقل من فمرلي فريح كمان لبطولة اصعب وبطولة اقوى ايه الفكرة في انه ما خدش يعني يعني سايما تقول لك اي لعيب جديد في اي مركز في الدنيا يتأقلم يحتاج يفهم وياخد وقت ويتأقلم وينسجم ويفهم اللعيبة ويفهم فكرة الجهاز الفني راجل جيما يعني ما تفهمش قبصت كلمة تتقيل ان جارديولا بامكانية فكره انه يختار هلن وهلن بيكافئ جارديولا الاثنين مش محتاج ان انا اخد وقت احنا بس اللي بنقول الكنان ده هنا في مصر هنتعايش هنطق اقلم على المناخ وعلى اللعيبة وناخد وجهات النظر والانسجام ده فرود عارف امكانيات نفسه والراجل عارف الدبابة البشرية دي مع امكانيات لعبته اللي موجودة هيكون هداف البطولة راجل بيحسم بسم الله ما شاء الله انه يبقى هداف من بدري كل فرصة موجودة جوا الصندوق بهدف يعني انت بتفرق كار مثلا بنقول اي فرود بنقول هيجيب جون لأ ده راجل بيجيب هاتريك 14 جول في 10 مطشات بس خلص ده المعدل ده المعدل الاخبر من العادي يعني فضله جنين يبقى كل مطشة هدفين لا ومنحسائي اللعيب لما بيجيب هاتريك تبقى قصة وحكاية ورواية وينام عليها خمس ست ده جيب ثلاثة هاتريك بس اقول لك الحال احنا بنتكلم على فرود بيجيب ألعاب الهوى لأ ده راجل بيجيب التعامل مع الكورة مش العكس يعني الكورة مثلا معامولة دي بروين النهاردة بيعمل تاكلينج بيقفل بطن رجلو يحرز منها هدف المدافع مش متأكد انه يعمل حاجة زي دي مفيش فرود يقدر يربط انه هتعمل البند في الحتة دي ويتقابل معها التوقيت الربط ما بين دي بروين وما بين هلند وبتيحرز منها الهدف ده الكورة اللي من لمسة واحدة كل ده فكر كل ده تمرين كل ده اساسيات بيعملها جارديولا للعيب ده وهو عارف وهو طلبه هيحقق له ايه يعني هنشوفنا اسم جديد بيبقى موجود في الدورة الانجليزي بيحرز 14 هدف تمام متشوك هي دي المعادلة الصعب يعني بلول تملي صلاح صحيح صحيح مش غريب بالنسبة لك شوية يعني عايزك تبص للقصة بوجهة نظر مختلفة شوية مش غريب بالنسبة لك شوية انه اهم الاسماء على مستوى المهاجمين على مستوى العالم النهاردة ما هيش من القوات تقليدية يعني يعني لما قولك روبرت ليفندوسكي بولندا ايه بولندا بالنسبة للاسماء كبيرة يعني اه بولندا ايرلينج هالند نيرويج محمد صلاح مصر حتى لما تبص البنزيمة وكيليا نينبابي ما هم مش من اصول قوي يعني اوروبية كريم بنزيمة اصله جزائري كيليا نينبابي اصله برضو يعني اصول افريقية لكن القوى المانيا مثلا المانيا عودنا طول عمره طول عمره عندها هدف رودي فولر كلينسمان رومانيجا من زمان يعني كل الهدفين حتى طوليفر بيرهوف اللي هو ما كانتش بس كان ساعتها حد تقيل جدا البرازيل ايطاليا كريستيان وطغال ميسي كل ده هو ده هو ده ما بقتش محتكرة او مسلطة ضوءة على الاسماء الكبيرة اللي من جوه بلاد اكبر في الكورة لا يعني البرازيل تمني لازم نقول فيها نيمار وغير نيمار وروماريو كل الاسماء اللي تواجدت كفاراو ده انت رس حد تقول انت بعد رونالدو وروماريو ما شفتش بلازيل ما جابش حد خلاص انت هو ده بعد باتستوتا وبعد ارجنتين ارجنتين ما في الكلام يعني اجويرو شوية لكن يعني بس ما وصلش لتحقيق الترجة اللي احنا متعودين ان مردونا بيعمل ومس بيعمل وكريستيانو احنا متخنين المطش شغال وكريستيانو برا هينزل يضيف ايه خلاص مش هتفضل طول عمرها زوم على الراجل ده بقى يتحدي تاني هلان دلوقتي بقى هو حديث العالم دلوقتي الراجل اللي بيحقق المعادلة الصعبة في كل مباراة مش مباراة تجربية مباراة لها اسم كبير وفرق كبيرة بيجون واثنين وثلاثة بالبو اربعة يعني انت لو وصلنا بالمعدل ده لهداف الدوري احنا هنغير الموضوع خالص وهنغير المنظومة وهنغير الفكر وهنغير الهداف لأ دا انت انت دخلتلي لابداية كلامنا بقى عن الدوري قبل ما اتكلمك على الاهلي انا عايز اتكلمك على البطولة السنة الموسم الجديد احنا في الدوري الانجليزي اتعودنا او يعني شفنا انه وفيش حاجة فرق بين كبير وزاير فريق برايتون من يومين بيلعب ليفر بول اللي هو وصيف البريمير ليج ووصيف دوري الابطال وكان الاقرب يعني في لحظة مع ذات كان الفريق الاقرب لتحقيق اللقابين وبيلعب معه جيم مفتوح وبيهاجم وعنده طمع في المباراة ده منشوفه كتير قوي في الدوري الانجليزي مفيش قبل كل المباراة مفيش حاجة اسمها اسماء الفرق مفيش حاجة اسماء ترتيب الفرق امتى ممكن يحسى عندنا في الدوري المصري كده امتى ممكن نشوف المنافسة بين 18 فريق مش قصدي انت 18 فريق ينفسه على اللقاب بس اشوف كل مباراة جيم مختلف اشوف جرأة اشوف مغامرة اشوف كورة امكان انا سيد احمد قلت حضرتك في برنامجك كذا مرة ان كل واحد بيلبس توب الأسد حابب يلعب معه البطل عايز بقى بطل لمرحلة لموقف لمباراة لتسعين دي بعد كده مش هو ده ده اللي كان بيلعب مسلا للنادل اهلي مش هو ده اللي كان موجود يعني اشمعنا هل مثلا ده مرتبط بفكرة انه كل الفرق في الدولة الانجليزية عندها جمهور اه طبعا هل ده مرتبط وعندها هدف وعندها تحقيق ذات حاجة معينة ما هو في حاجتين لو برا انت مثلا ده دقتي موجود مسلا بتاعب معرفة البول وصلت لحتة معينة حققت حاجة من الاتنين حققت معادلة الناس كلها هتتكلم عنها في العالم مش في انجلترا بس ولو في لعيب او اتنين اتشافوا هيبقوا ملفتين جدا للاختيار للاندية الكبيرة يعني ما حاجتش كناها في حال انت خالص احنا بلو الدوري الالماني اه موجود وعارفينه بس الراجل ده راح حتة ابعد انت كنت تلعب في دوري لو جيت حسبته من الاحصائيات هتلاقي مثلا رقم 8-9 دلوقتي انت لعبت مع البطل لعبت مع اللي بيحقق او اللي مفروض يحقق الفترات اللي فاتت دي بطولة في انجلترا مثلا مثلا دلوقتي بيتكلم على امكانيات فرقة منشستر سيتي انت محتوى ده منتخب ما تحسبوش انه فريق ما تحسبوش انه فريق منتخب كل واحد بيحقق حاجة وكل واحد ليه سقله في الملعب كل واحد عارف ايه المطلوب منه انا اول مرة اشوف فرقة بتحضر بالهدوء ده بالهدوء ده مهما حصل مهما ضغط عليه الفروت بتاع منشستر سيتي مهما حصل ايه هما مع السيتي انا بحس ان الكرة سهلة جدا يعني ليه يا جماعة مش كل فرقة الدنيا بتلعب كرة كده الكرة بسيطة وسهلة استلام تلعبت ثلاثة نشئين تحرك اول مرة السيتي يلعب بثلاثة نشئين في مبارات النهاردة اللي خلص ستة ثلاثة انت مش مش ممكن يكون نشئين مش حاسس انهم غرب عن الموجودة الكبار بنقدي بنوصل اللي انتهى منه تم تغييره ببدأ منه هو انتهى بشتغل انا في الملعب حتى لو انا قدت صغير السن الاداء ده هلا ده مولد الفين احنا بنكلم في واحد 22 سنة في حتة تانية اداءه التزامه قوته هدوءه حتى وهو بيعبر عن فرحته هادي هادي مش مش منفعل يعني جارديولا النهاردة منفعل في كل هدف من الاهداف ليه منفعل شكل هو حاسس انه هو عمل حاجة حاس انه هو وصل الستي لا اعلى درجات مش مطلوب منك بقى بعد اللي انت ظهرت بي ده انك متحققش البطول صحيح صحيح طيب ناخد من ده ونبص على الموسم بتاعنا عارزة كلمك على ربطة الاندية والدور الجديد وعزة كلمك على الاهلي طبعا واول لقاءته مع التحاد المنستيري وبمناسبة التحاد المنستيري خليني اقولكم انا كنت مبارح اللي تابع السادسة قلتلكم انه الدوري التونسي تأجل وبالتالي ادارة نادي التحاد المنستيري فكرت انها تعمل مباراة ودية يعني عشان تحضر نفسها وفي اطار الاستعداد لمواجهة الاهلي يوم الحد اللي جاي فكان اختيارهم للتراجي التونسي للي ما يعرفش برضو التراجي التونسي هو بطل الدوري بطل النسخة لأخيرا من الدوري التونسي وكانت منافسة المنافسة على اللقب بينه وبين اتحاد المنستيري وقدر التراجي يحسب بفارق نقطتين اللقب لصالح المباراة دي كانت بتتلعب من دقائق بسيطة انتهت كان الاتحاد المنستيري متقدم على التراجي التونسي بنتيجة تقصد لغاية الديئة الأخيرة من عمر المباراة وتمكن التراجي من التعادل في الديئة تسعين عن طريق حمد الهوني من ركلة جزاء تم احتسابها لصالح التراجي وانتهت المباراة واحد واحد ده يمكن يدي دلالة كابتن عمراء لأنه لأن الناس هنا في مصر دايما اللي بتيجي تقول كرة في تونس تقول لك تراجي صفاقسي افريقي نجم سحلي اتحاد من السيري ممكن يبقى بالنسبة للناس كتير فريق صغير لا الحقيقة الفريق عامل سيزم محترم جدا ونتيجته من المباراة النهاردة تقولي أنه هو منافس ليس بالسهل أو بالهيين على الإطلاق ايا كان هو عمل مباراة أجل الدور التونسي الدور التونسي تلعب منه مباراة اثنين احنا بنحترم صغره كبير احنا لنا هدف واحد المباراة تحسن من تونس ايا كان بقى من هم موجودين احنا بنعرف نتعامل مع الناس الكبيرة اتعلمنا من الدروس القديمة احنا تمالي زي ما حدك بتقول كل ما بيجي نتكلم بنتكلم عن الأفريقي بنتكلم عن الترجع الصفاكس ما نتكلمش على حد تاني والنجب السحيلي والنجب السحيلي كل واحد من بلد او كل واحد من قرية معينة او من عاصمة معينة احنا بنبقى متواجدين احنا كنا بمينشوفهم احنا في تونس اقولك الافريقي هو ده والفجأة تونس ترجي هو ده انت محتار زي ما يكون فيه اهلي وزمالك وبرامدز ومصري او اسماعيلي هم هناك نفس الكلام بس ما تطلع لك فرقة زي دي هو مش مصدر قلق بالنسبة للنادي الاهلي هو مصدر بس بصيص واحترام للموقف نفسه ان انا اكون في المباراة بتاعت يوم الحد عندي ايجابية معينة من هناك تمالي المشاكل زي دي بيبقى لها ملف اول وملف تاني ملف الاول بيبدأ من هناك انا تمالي بحب تمالي اما سألعب ماتش الاولين هناك انهي من هناك الملف الاول والتاني بيسهل لي شوية الضغط العصبي في المباراة العودة بيبقى عندي اريحية شوية ان انا ابقى ليه هدف في فرق ان انا يكون يحصل اي اخفاق هناك بيقولك انت هتتعادل وعايز تكسى وعايز تتوصل ضغوط ضغوط البطل بيفوق بالسهولة البرج الكبير ده هو عارف هو عايز ايه مباراة يوم الحد عايز يفرح جماهيره من البداية بيجمع ما بين حاجات لعيبة وجهاز فني ومجلس ادارة كابتن محمود ربنا شفيه عفيق وهو مسافر بيحط الروتوش الاخيرة لمستر كولر هو ده احنا كلنا ده بنلتف عمال لعيبة جماهير لعيبة قدامة بنلتف حول الناد الاهلي للنجاح ولا يوجد تهاون في بطولة واحدة كله بالترتيب بس هناخدها واحدة واحدة من حسن الحظ ولا من سوق الحظ انه البداية تبقى افريقي يعني مستر كولر طبعا عمل مرحلة أولى من فترة اعداد تلات مطشط تدريجيين من ناحية متروجيت والجيش وأسوان وجيش وبعد كده هيكون أول ظهور رسمي الفريق الاهلي والصفقات الاهلي الجديدة في مشوار افريقيا وطبعا مباراة برا الارض يعني في افريقيا حاجات دي بالنسبة الكولر تعتبر شيء إيجابي انها أول مباراة في الموسم بعد فترة اعداد وتحضير ولا شيء ممكن يبقى فيه جزء من الخطورة او من البدلك يعني زي ما بيقول لا هو الراجل نفس المواصفات اللي تواجد فيها كولر نفس اللي جات فيها فيلر بالزبط نفس المواصفات بالزبط هو الراجل حبي يفعل نفسه عمل المعسكرات بتاعت اليوم الطويل بعد كده خمس تيان بعد كده ادراحات بعد كده أما كان بيزيع أي مباراة رافض الإزاعة والتعامل مع وسائل الإعلام عشان يبقى خلي اللعيب تتركز كل اللي انت تفرقت عليه من الثلاث مباريات هتشوف فرقة تانية خلص يوم الحد انا تفرقت مرتين الراجل عنده 200 حازم جدا ومحبوب للعيبة جدا دي صعبة انت بتجمع ما بين حاجتين شغل وفي نفس الوقت اللعيبة تبقى عارفة وهو عمل الاتفاق جماعية كويسة قوي ان اللعيبة دي تحبه حبته والمدة زي منها يبقى له شهر ملحقش يمكن اغلب الديوف اللي كانوا قريبين او بيتابعوا او بيبصوا على كولر على شغل يعني لقطوا نفس النقطة رحاجة تكلم فيها فكرة انه انه الوشوش اللعيبة غير الحالة المعنوية جوه الملعب حبه وصل به ان انا المدير الفني اللي موجود في النادل اهلي موسم 22-23 ميخلي اللعيبة كلها قلانة مين اللي هيلعب مين اللي هيحجز مقعد الاساسي مين اللي هيكون موجود في البصات ويقدي اللي المدرب حطه فيه اللي حطه في المكانة دي راجل مش عارف الاسماء بس ابتدى يحفظ كل اللعيبة بامكانياتهم بيتفرج يومي انا كنت متواجد مرتين كده مداري كده بتفرج بحاجة كان واخر باله الراجل عارف هو بيشتغل ازاي بيشتغل في وجود سامي في وجود المساعد معاه مش يلي ينكون مش جديد عليه الجزيرة واللي هو بينفزه مع اللعيبة اولاده التلاتة الشناوي وعلي ومصطفى شوير هي دي الكيميا دي بس يا سيد احمد ممكن يبقى معاك مدرب علامي واللعيبة مفيش حب ما بينها مش تاخد حاجة وفيه مدرب متوسط معاه لعيبة بتحبه قوي ومش قادرة على زعله وعلى زعل تفرض في اي لقب بالبطولات هيديك اللي انت عايزه الحب هو ده هو ده النادي الحب الروح الراجل مخلي كله في مزان حساس مين اللي هيقديلي ومين اللي هيكون موجوده مين اللي هيحجز مكانه في الحضاشر اللي موجودين ده صعب وفي نفس الوقت بيطلع وبيضحك مع السيد احمد ومع عمرو مع محمد ومع سيد مع كل الاسماء بس في وقت الشغل راجل واقف على الخط بيدي كله اوامر 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 وما بيجي يكتب محل الأداء بيكتب له لو عايزه بيصلح ده ما بين الشوطين بسؤولة جدا طيب عايز اخش معك في تفاصيل قرائتك للمباراة وشكل الاهلي المفترض يظهر عليه في بداية مشهور في دوري ابطال بس اسمع رأيك الاول في الصفقات اللي تمت الاهلي عمل ثلاث صفقات او يعتبر اربع صفقات لانه كريمة دي بيس ممكن جدا يكون موجود في سكواد الاهلي كفلس تيم السندي مع مصطفى ميسي مع شاديو مع شادي مع سافيو برونو سافيو شايف صفقات الاهلي ازاي وتقييمك لها والدور اللي ممكن يلعبوه مع الاهلي في الموسم الجديد هولا خالحاك عمر ناد الاهلي ما هيختار حد اللي ما يكون هو عارف ان الخنة دي الالبوم ده هيكتمل بالصورة دي جاب شادي انا عندي شادي وعندي شريف وعندي حسام انا عايز ده عايز انا كمشاهد او كلعيب قديم بتفرج عن ناد الاهلي عايز اشوف روح المنافسة شادي هدف دوري حسام هدف دوري شريف هدف دوري انا عايز اشوف منه كنتو التلاتة الايجابية اللي تريحني قبل كده كنتما بتبقى مش شريف مش موجود بتستعمل تايو مش الفيرود اللي كلمة فيرود مش سترايكر اساسي انت بتصطنع سترايكر من امكانية اللعبة اللي تحتيه اللي هو التلاتة اللي تحتيه دلوقتي انت محتار محتار توحط 11 طيب عايز اكلمك في كل واحد فيهم على حدة وعايز اكلمك في النقص من وجهة نظرك يكون ازاي بس تسمح لنا نروح لفاصل كابتن عمر ونرجع نكمل مش بس عشان هي بداية مشوار الاهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا ولا عشان معاجهة خصم يعني صعب ومحترم في نفس الوقت في بداية المشوار لكن كمان هيكون ظهور اول اتوقع شادي حسيني شارك ممكن ميسي يبقى داخل في الحسابات ممكن برونو سافيو يكون اول ظهور رسمي له مع النادي الاهلي فيمكن شادي ومصطفى احنا شوفناهم هنا فعارفينهم معارفين ستايل لعبوهم معارفين امكانياتهم ونتمنى ان شاء الله يكونوا اضافة لسكواد الاهلي لكن العليل عين واللي الناس من الثانية تشوفوا برونو سافيو ويمكن كابتن عمر الحديدي ضفنا النهاردة ونجمينا في السادسة شايف الراجل فهو ممكن يقرب لنا شوية ناس اللي بتسأل على امكانيات برونو سافيو على ستايل لعب برونو سافيو ممكن كابتن عمر يقول لنا شوية الراجل ايه يعني واحد اضافة نمرأ واحد طبعا ازاي واثنين ستايل لعب برونو سافيو زي ما انت شفت وعمل ازاي بصص أحمد مش هنقول الحاجة المعتادة تتقال ان هو لعيب كرة كويس لعيب كرة عنده حاجات هتضاف لنادل اهلي سرعات الشغل من الكرة اما بيخش جوه وبيشتغل الحتة بتاعت التأسست والحاجات اللي فيها صنع لعيب لعيب كويس بيجيد ألعاب الهوى بيجيد برجليه اتنين كويس جدا جدا انت في الوقت دا انت عايز ايه من لعيب كميته لقيت على لعيب النادل اهلي بسرعة هي دي اللي انت كنت رسي حدارك بتتكلم عنها اللي بيبقى موجود في الستيتي مثلا هياخد وقت هو دا انت مش حاسس ان الراجل بقى له قده شهر وقال لي شهر موجود شادي احنا لو قلنا مرحلة من سنة ولا تنين كان مطلوب ان هو يجي النادل اهلي مظبوط فهتلاقي في الحتة بتاعت الفروت دي بلغة لعيبته الكورة جعان تهديف عايز يقول انا الحلم اللي انا حلمت به ان انا انهي حققته في النادل اهلي انا بقى وجود في النادل اهلي وحقق بقى المعادلة عشان انا نفس اكون مع النادل اهلي وابقى اتوج بالبطلات وابقى هدف وانا جوا النادل اهلي زي ما حققت مع سراميكا اجزاء معينة والناس كلها عرفتني من كل الاندية انا عايز بطوج بالحصد اللي أنا عمرته ده كله مصطفى لعيب كرة كويس قوي ميسي لعيب كرة كويس كويس بس احنا بقول بقى ايه نصبر نصبر راجل عنده حلول لو واحد على واحد واحد على اتنين عنده حلول وعنده حلول إيجابية احنا لسه اخونا بنكلم واحداك في فاصل واحد زي محمد محمود مثل لو اديته كتير اللي احنا انتهنا منه في البطولة اللي فاتت راجل قدم اوراق اعتماده شوفناها قبل كده بس الاصابات بعيدته وهو موجود خد كتير هتشوف فنان فنان انت بقى بترسم التابلول اللي بيعجبك الصورة والالوان والاختيار كل حاجة هتلاقي فيه غيور بيحب نادل اهلي يعني ممكن الحظ مش مساعده في اوقات بس هو الفرصة صعبة امم بربنا وهتبقى الموضوع صحيح الفرصة صعبة على الكل كابتر عمر السجدي اللي عايز اللي عايز يكون موجود يحفر اسمه ويقدم اوراق اعتماده صعبة ما فيش حد يتكلم على الاسم انت عايز تكون موجود اتعب نفسك ده اجنابي مش مصري هيسمع بالحواليه او بالاجواء اللي حواليه لا راجل ما بيش بيتكلم مع عربي او لو سمع كلمة ولا كلمتين بالعافية يكون فهمهم اما هو في اداؤه نظرته هم الاجانب الانطباع الاول ادائك التزامك اسلوبك في الملعب شخصيتك كل دوت لو انت قدمته هتكون موجود الحداشر المرة دي صعبين او مع استثناء مكان ومكانين في المعب هكلمك على الثلاث خطوط بس عايز اعرف وجهة نظرك يعني اللي عندنا طبعا واللي جماهين النادي الاهلي يمتابعين وصفقات الاهلي لم تنتهي ويمكن تحت التليسكوب كده فيه اربع اسماء كلهم حقيقة عيار تقيل يعني كلهم تتمنى ان الاسماء كلها تيجي يعني اجيد هيكونوا كلهم اضافة كبيرة جدا لكن في نهاية حتى لو جي منهم اسمين واحد فوق واحد تحت السن يعني اعتقد فيه كواليتي غير جاية لكن خلينا اسمع رأي كابتن عمر لانه من خلال الاسبوع اللي فات يعني كل اديو في كابتن عمر وكلهم طبعا نجوم كبار كان فيه انقسام بينهم في القراء انت مدافع مش عارف هتميل لوجهة نظر بتقول لا الاهلي محتاج فعلا يكون فيه اضافة لخط الظهر ويكون فيه مساك من العيار تقيل مساك عنده كورة حلوة مساك يقدر تراهن عليه في بداية هجمة دول جزء وجزء تاني قالك لا احنا اللي محتاجينه في صفقة الاجنبي تحديدا فره هي انه يكون فيه راس حربة واضح وصريح رقم تسعة يعني فانت مع اي وجهات النظر اقول لك على حاجة خط الظهر الناد الاهلي برا والله اذا انا قلت انت هتميل مدافع فهتميل اقول لك على حاجة انا مش هميل عشان انا حابب ان يكون موجود مدافع انا عارف ان الناس بتفكر عشان بدر بنون اخيرهم كابتن عادل طيما بارح معنا كابتن عادل طبعا اسم كبير وكابتن مصر فيه نقطة مهمة انا موجود الوقت في خط الظهر الناد الاهلي عندي مين محمد عبد المنعم وعندي ايمان اشرف وعندي رامي وعندي ياسر ابراهيم صح وهستعم الوقت معين حمدي فتحي وعندي مغربي كمان نجح ومغربي احنا بنتكلم عن اللي احنا عارفينهم وقدموا اوراق اعتمادهم بقالهم فترة متولي وياسر وربيعة بص ده انت ضفت كمان متولي احنا بنتكلم في سبع العيبة اطراف في محمد اشرف والدبيس وعلي ناحية اليمين كريم فؤاد وهن واقرب ايا كان في نص الملعب بقى السلية وديانج وحمدي اللي بيجمع ما بين حتة الدفاع وحتة الهجوم انا عايز فرود فرود صريح يترجم شغل النادي الاهلي على تهديف فرود شادي وحسام شريف فرود الافريكي اللي جاي ده بابا شريكه ده اللي انا عايزه عرفت من انه افريقي يمكن يبقى حاجة تانية اي لا مش قصدي ايا كان ايا كان الاجنابي اللي ورا محمد بيحضر كويس اوي رامي محمود متولي اقصر من رائع الفترة اللي فاتت اي مش محتاج بس هو الناس ما شافتش شافت محمود اما لايه بمورة زملك وتعور قعد فترة طويلة شافت ايمن اشرف تعور شافت رامي كان بعيد وتعور المنافسة من وجهة نظرك اصعب فاني خط من خطوط التلاتة لا هي يعني خط الدفاع لا هي الحتة القدامين هي صعبة قوي الحتة اللي ورا انت هتلاقي نفسك يعني في روتشن هيحصل هيحصل هيبقى موجود موجود بس انت لو استقرت ولاقيت الدنيا شكلها حلو هتزبط هتلاقي محمد عبد من عمرامي محمد عبد من عمرامي متولي تمام واحد اتنين من التلاتة من التلاتة لو احتاجت مساك عشان انا هلعب بواحد هادي هتبقى مبين ايمن ومبين ياسر بس انا في الوقت ده هحتاج برضو ايمن في الحتة اللي عالطرف ممكن يلعب مع علي مع علي هاجمع مبين اتنين السردبك وهاجمع مبين اللي متطرف انت النادي الاهلي ما بيتهجمش وسو زحمد بيتهجم بفرود وانت عندك اتنين بيحضروا الاتنين فيهم واحد بيمسك وفي واحد فيهم بيشتغل انت كنت شايف ان بدر هادي بدر عائل بدر محمد بعمل الشغل ده محمد عب مين يعمل الشغل ده ومحمود متولي هو اصل الشغل ده ورامي بقى هو اصل الشغل ده هي وقت انت عايز حد يلعب على طول وما يبقاش فيه مشكلة ما يبقاش فيه اصابة ما يبقاش فيه طاط ما يبقاش فيه انا بقولها هؤمن عند حضرك وقلتها لتاني مرة محمد عب مين الهدوء واللي احنا شفناه في بطولة الامم واللي قدمت اوراق اعتمادك لمستر مسماني واللجنة الكرة في النادي الاهل انك ترجع ارجع محمد تاني ولا بدر لو جبت روسي بتاع المغرب لو جبت مين انت لعيب كويس قوي لعيب كرة كويس عندك من الالتحامات والقوة في تعداد الهدفين اللي بيطلع يبقى ايجابي في الكرة السابق بره خط ظهر النادي الاهلي فيه لعيب جوه مصر مدافع اخذ رأيك بقى في المدافعين عموما في مصر لفت نظر مش اجنبي هنا مش الروح لاجنبي يعني لو انت بتفكر النهاردة او بترشح مدافع مصري لفت نظر كابتر عمر الحديدي في المسلم اخير يجي من الاهلي اه سيبك من يجي النادي الاهلي يا سيدي مين عجبك السيزن اللي فات ده من المدافعين المصريين هقول لك على حاجة من الحاجات اللي هو عنده طلع على الوينش بره لا هطلع على الوينش بره حتة القلب والروح والقوة وكان موجودي مفروض من النادي الاهلي من سنتين أسامة جلال أسامة جلال عنده عنده بقى ايه عارف انت بقى أسامة جلال وفي النادي الاهلي خلاص الدايرة كلها اكتملت قوتك اسم النادي اللي انت فيه الهدف اللي انت هتحققه والتتوجي اللي انت بتحلم به أربع خمس حاجات هيفرق معك كتير قوي هو لو انت فكرت انك تجيب بقى هو مفيش حديني ما تفكرش في حديني قدام شايف المنافسة ازاي كلهم اسماء كبيرة الحقيقة وكلهم يعني مش عمزمش حد في فترة من الفترات كان حد منهم منور قوي الاصابة لعبة دور الاعارة لعبة دور تراجعوا المستوى لعبة دور يعني في النهاية فيه اسباب ما خلتش فيه ثبات مستوى لكل الاسماء اللي موجودة قدام تكلم على الشحات بتكلم على كهربا بتكلم على طاهر بتكلم على عبدالقادر بتكلم على بيرسيتاو هتلاقي كل الاسماء دي في أبس ان داونز هتلاقي كل الاسماء دي بيرسيتاو جيل اهلي كان مكسر هد من أوراق اعتماد في مرش الاسماعيلي مصر كلها كلمة عنه في كل المتشاط الأولياء وكان مصدر سباق له هدفين والناس كلها كانت مبسوطة ببداياته بعد كده حصل تراجع تكرار للإصابات بعد كهربا محدش يقلل أبدا من إمكانياته لعيب كرة محترم جدا لو واقف على رجله ومركز وانا حاسس انه كهربا السنة دي غير هتلاقي كهربا في حتة تانية خالص بس في أوقات كان برى الحسابات في أوقات طلع عارة طاهر بداياته ما كانتش أحسن حاجة فانش الموسم لغاية لما حصل الإصابة كأروع ما يكون كان حاسم ومؤثر في المواجهات كبيرة عبدالقادر نفس القصة يعني فاهم عندنا إمكانيات كبيرة جدا في خط الهجوم شايف المنافسة ازاي وشايف اللي هيقعد الشحات طبعا عشان ما ننساش حسين الشحات وحتى زيادة اللي طالع من تحت برضو يعني خامن ببشر رجل بروسل بيك رسول أحمد إن كنت فيه وقت من الأقوات كنت بتستعمل طاهر والشحات باكريت وعنده بينزل على الأرض وتكالنج مع إن الشغل دوت من قدام مش مطلوب تعمل بداياته كان باكريت يعني أنت الموضوع بالنسبالك يعني روح شوي نعم لقد أنت عندك كمان برونو سابيو وعندك كمان يعني برونو سابيو كل اللي جاي إن الراجل بيفكر فيه إنه يلعب في قلب الملعب يلعب رقم عشر آه منتح عندك شادي حسين ممكن يلعب جناح عندك محمد شريف ممكن يلعب جناح فالحتة اللي قدام دي شئنا ما بينها في ناس هتقعد سترايكر صريح صريح حسين سترايكر صريح حسين يعني مش شادي يعني شادي أدراجيت في حتة تاني محمد شريف أدراجيت في حتة تاني بس ساعات حسين ما يلعب شغل سترايكر صريح لا هتطرفه مش هتاخد منه حاجة أنا جواه الصندوق أنا شغلي كله جواه الصندوق بجيدي ألعاب الهوامحطة كويسة بشتغل من تحت بشتغل بمحطة للناس اللي جاي من وراء القادمون من الخلف ده شغل حسين شأنه هو اشتغل اشتغل معايا سنة كاملة في الجيش وحققت البطولة في تانتة وتسعين هو ده هو الفرود الصريح اللي بيقدر يهدلك خط ظهر كامل وبيعرف يسند للناس اللي جاي من وراء أما بتيجي تتكلم عن شادي شادي بيجيب لتنين بيجيد الأطراف عشان بيجيد التزديد برجلال اتنين وبيجيد الاقتناص والقوة في ألعاب الهواء مصطفى محمد شريف محمد شريف عنده الحتة بتاعت المساحات وبيستعمل سرعات وبيدر أجيد برجلال اتنين قدر أهدف بسهولة بالصعب بالنسبة لي أما هو كل واحد فيهم انت الفرصة ما هجيلك مش بقلل من أسمائكو انتوا أسمائكو كبيرة أحسن فروضة في مصر اللي جيلك امسك فيها اشتغل عليها واشتغل على نفسك هتبقى هدف من بدري هتقدم أوراق اعتمادك مش للخواجة لمصر كلها ان احنا غير الموسم اللي فات موسم 23 مختلف تماما 22-23 موسم إيجابي موسم هدفين هدفين ما تخرجش برانات الأهلي إمكانيات اللعيبة كل واحد فيكم بيتنافس يبقى هدف الدور إزاي في وجودنا في التسعينات كان الكابتن حسام وكابتن رمضان وكابتن أيمن شاوي وكابتن فليكس انت مش عارف فيهم فيهم اللي هيلعب وكل واحد فيهم جهيب له عدد كبير من الأهداف اي وكوشري ومن بعدهم لا وبعد كده كوشري يجي وبعد كده كابتن عمر أنور وبعد كده كابتن عبد الرحمن انت محتار وبعدين أحمد عفتاح وبعدين وليس انت محتار خمس خطوات اللي هم بتقول سبرينت وققى جوه السندوق وعندي بطن رجل مين مدربين أجانب يشتغل معك كابتن عمر في الأهلي ألان هاريس الإنجليزي مستر هولمن ألماني سوبل ألماني بس هولمن ده كيميا الواحده يعني كان بيخلي خط الظهري يشتغل كان كابتن ضريم حسن حياتي المين وإزاي تشتغل انت من وراء لو هو اللي دخل جوه بيديك إريحانك تشتغل زي ما كنا شوفنا في جنوب أفريقيا كان يضرب مسهل بماركو فيش يقول لك بيباص وبيتنيل وفجأة ليه في الفراودة قداب كان يقول لي اشتغل من وراء كابتن بريم ما تقلقش في ناس هتقفل المكان ده كان الكابتن هادي بيقفل الكلام ده كويس ومن ناحية الشمار كان بيخلي يوسف يزيد أولا مشير ولا بوداب في ناس تقدر تعمل لك الشغل ده في ناس انت بتعمل شغل عشان انت غير مرئي الناس قلالة عارفة اللي هيزيد كابتن بريم حاسم انت مدافع مين من الأسماء دي طور أداء يعني خاطة فعل أهلي بشكل عام وعمر الحديدي كان مدافع هجوميا هولمان طبعا اه هو بس أول حاجة كان ألن هاريس في الكوار السبتة كان مين مع مصري كابتن ماره همام كان كابتن أحمد ماهر وكابتن ماره ماهر في الكوار السبتة كان مستر هاريس يقول لكابتن شاوي وكابتن شاطة كابتن ريدا وكابتن مجد طلب هو الوليد الأفرات تتلعيم على قريبة العمر الحديدي أعمل زحلاء بدناغي جمال غير مصارها هولمان عايزنا زيد أنقل وزيد يعني هما كنت بالعب ناحية الشمال مثلا بميل انت خطت فعل أهلي كله بيجيبوا جوال يعني جيلكوا منتو بألعاب هوا وتصويبات من خارج محمود وكمونة حاجة تانية جمال بألعاب الهوا لا مدافع مدافع رمضان بيطلع في كل دقيقة شامحانة في ناس في التنين لها كافية 7-8 شوويت على عنا مستوى يوسف على فكرة نحن شوت سيد يعني شوت لما في المباشر أعتقد أسوان طهر جاب جلب بالنكرة ثابتة في المطش على فكرة كانت مصار حديث النادي الأهلي لأنه بجد كان واحد من أهم أسلحاتنا التصويب من خارج الصندوق وخصوصا لما بيقفيتها كالتولاد دفاعي ودي واحدة من الحاجات اللي احنا افتقدناها المسلم الأخير بشكل واضح كل مدير فني بيلعب النادي الأهلي يقولك إلعب على المفاتيح قفلت الجيم وما تخليش النادي الألي الكتير ويستحوذ على مجريات قطعة كبيرة من الملعب التزديد هو الحل في الوقت ده ما أنت أقافل الأطراف وبتراقب مراقبة قوية جدا جوه الصندوق يعني ممكن في واحد يقولك ايه أخليني مرأبهم بعيد لا ده خطر يبقى لازم أبقى في ضله أبقى جوه نفسه احنا تعلمنا كده ففي وقت الناس كلها بيتعرفوا مصدر خطورة النادي الأهلي خطورة النادي الأهلي أما أفشا بيمسك كورة خطورة النادي الأهلي أما شريف يتحرق خطورة النادي الأهلي أما أحمد عبدالقادر بيروح واحد على واحد طب الناس كلها تمسكت من اللي حل لازم خلينا تفع على حاجة برضو ده طول عمر بيحصل يعني ما حصلتش الموسم الأخري لا لا عامة يعني أنتوا أنتوا بتلعبوا برضو كان أغلب الفرق في مصر بتعمل تكترة الدفاعية وتحاول ده ونشوف المطش كله في صندوق الفريق المنافس والأهلي بيحاول يهاجم من هنا ويهاجم وكنا بنلاقي الحلول في الوقت ده كنت تتلاقي من ناحية المين مثلا الله رحمه أحمد فاهمي أو عدل عبر رحمن وناحية الشمال ياسر ينقلك بقى ياسر رهين ينقلك بقى الحتة من الدفاع للهجوم تلاقي نفسك في الثامن في الثامنة فيها إن أنا مثلا بقسم الملعب نصين أنا حمدي ما بيلجي هتهاني وكريم ديانج بيميل على علي وعبدالقادر دي مهمة دي مهمة إن أنا بقسم كل واحد فينا في مكان وفيها توهان شوية لا إحنا عارفين كل واحد مهام وشكلها إيه لو أنا غطيت على شغل أستاذ أحمد ما هو إحنا مش هنحكي بين الشوطين اللي بقى نتكلم في الموضوع ده أو بعض المتش أنا عملت الواجب بعض تهاجمة كانتها تبقى مشكلة للأستاذ أحمد عادي الموضوع سهل الفكرة وحس الهدوء والتعب والإجهاد اللي كان فيه اللعيبة والضغط العصب اللي لهم شكوه عامل انتهى قصة وانتهى هم من نفسهم ما يفكروش فيها يقل بالصفحة كده ويفكر في صفحة بيضة جديدة لكل الأسماء اللي احنا بنتكلم عنها دي احنا محترين والجماهير كان مناسبة محترين والجماهير كمان محتار النهاردة بجد والله النهاردة يعني زي ما قلت الكابتن عدل مبارح لو نزلت جبت عشرة أهلوية قلت له حط لي تشكيل الأهلي المثالي من وجهة نظرك في الموسم الجديد هتسمع عشر تشكيلات مختلفة يعني ممكن الحاجة الوحيدة اللي تبقى فيها استقرار حتة حرص المرمى وجزء من خطة ده حرص المرمى وجزء من خطة ده ومرحلة الإعداد الرجل قرأ بشكل كبير إمكانيات لعبته وكل لعبة قدمت أوراق اعتمادها عند مارسيل كولر شايف اللي طلع الأولى في مواجهة الاتحاد المنستيري ايه طريقة اللعبة الأنسى اللي انت تتمنى الأهلي يلعب بيها المباراة دي وايه هو التشكيل الأمثل من وجهة نظر الحداشر اللي يبتدي بيهم مارسيل كولر مباراة الاتحاد المنستيري يعني الشناوي هتلعب إلي أول هتلعب 3-4-3 4-2-3-1 هي بص 4-3-3-3 4-3-3 وأولا ما هتغير طريقة اللعبة هتبقى من جوة الملعب واحد أو الاثنين في ساعة الهجوم بس تمام هتميل أكتر رايح تأمن وتحاول تكسب المباراة ولا رايح تهجم الاتحاد المنستيري أنا رايح تونس معايا بونط معايا بونط أنا مش بفقده طبعا في الثلاثة آه طبعا طبعا في الثلاثة آه طبعا تفتح المباراة وتلعب جيم همومي أأمن وهاجم بكل قوتي تمام هاجم بكل قوتي بس مأمن تمام ما فيش رزق ما فيش سرحان أعيز 4-3-3 يعني شاف 4-3-3 مباراة الزهاب الطريقة الأنسب هتتغير في المباراة العودة لا ليه يعني هتلعب برضو 4-3-3 في المطشين طب قولي التشكيل صح الأهل يلعب يعني طبعا دي تمانيات الشخصية يعني بس أنا شايف أنه 4-5-1 أو 4-1-4-1 ما هي سرحان حضرتك هتبقى شكرا على الصبورة أو على الورق 4-3-3 في الحتة الهجومية هنقلب الكلام دلوقتي تمام يعني ممكن نقبل برأ أرضي ممكن نقبل أنا كجمهور يعني بكلم كجمهور أنا بصاحب قرار لكن أنا ممكن نقبل برأ أرضي ألعب باثنين ارتكاس في نص الملعب ألعب بديانجي وحمدي ألعب بحمدي والسولية في بطشات برأ أرضي الأنسب من الثلاثة أجهز من الثلاثة ألعب باثنين منهم ودور عشان الثلاثة ما يتعبوش طول السيزن عايز اثنين عايز اثنين منهم أسيب الشغل للثلاثة اللي قدامهم تمام أو الأربعة اللي قدامهم تمام لكن جوه جوه أرضي هل دوارد مثلا أنه نفكر يعني أرى في الستي بيلعب ده حتى هو بيلعب مع فرق كبيرة وبيبقى مأمن على فكرة ومقفل خطوط دفاع بشكل كبير أنا بأمن وبهاجم كويس قوي بس الناس اللي في نص الملعب هل اللي بتعمل ربط ما بين خط الدار و الفلاغ بس في الستي بيلعب دايما بواحد ارتكاز وبيبقى الواجبات الدفاعية للأطراف حسب اللي لعب حسب الانتجاه تمام شايف أنه في ملعبي دايما أو في المطشقات المحلي الأهلي مفترض يروحنا على الحتة دي ويبقى يكتفي بواحد بس ديانج أو حمدي في حتة الارتكاز انت تملي هتلاقي الرابط ما بين حمدي وعمر سلاي حمدي وعمر السلاي الأفضل منهم من وجهة نظرك حمدي وعمر مع بعض ديانج يعود بص انت هتجمع ما بين اتنين من التلاتة انت محتاج التلاتة يبقوا موجودين لا مش هتتكرر تيمي القديمة دي لا انت مش محتاج التلاتة منهم اتنين دفاعيين وعمر بيزيد في الحتة الهجومية حمدي لو فكوار السبت نرجع للتشكيل انت اخترت الشداوي في برس المرب علي معلوم علي كريم فؤاد كريم فؤاد عب منهم ليه اخترت كريم فؤاد هقول لك أنا بحب كريم جدا وشايف بس أنا بحب كريم جدا بحب هني جدا جدا وبحب أكرم جدا بس احنا بنقول حاجة واحدة اللي أنا انتهت منه هو اللي يكمل هو اللي هيكمل هاني مش هيكمل ماتش هتشوف هاني في حتة تانية خالص نوعنا دي وعنده هتشوف هاني المعادلة الصعبة في مبارات الهلال ساعة الكسر العالمي الاندية اللي أسنع للناس من تسليلات منتري وبغر بيوني بزبط كير وهاني كس عالم هاني دي في كسر هالم جدا هاني العالمي هاني العالمي لكن كريم ياخد محمد عبد المنعم ومتولي ومتولي طب ليه متولي يعني عبد المنعم ماشي ومتولي أنا بحبه جدا 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 ومحب ربيعة وياسر طبعا يجماعنا نحكي حبنا وانتنعنا لهم شكله بس أنا بس قال ليه متولي الإمكانية في الاتنين عشان أنا هطير كريم وهطير علي لازم الاتنين اللي من تحت دول يكونوا بيتحركوا وبينقلوا بامزان واحد تمام مش قلقانين محمود الكرة من تحت تطلع هيلة محمد عبد المنعم الكرة من تحت تطلع هيلة إذا كانت قسارة ولا طويلة في الشغل هو الحاجة الوحيدة إن ما حصلش اندماج ما بينهم كتير بس بس ممكن الفترة اللي فاتت تكون حصل ده لو ملقتش متولي هتلاقي هتلاقي روم يعني عبد المنعم وابشن واحد متولي اتنين رومي اه تمام سوز احمد لو أنا من تحت اشتغلت من تحت برياحية إن أنا بنقل تحت وبحضر سليم أنا وفرت على نص الملعب إن يقرب مني فيديني مساحة إن أنا أشتغل من عندي لي ما يجيش يدايق علي المسافة تمام حمدي والسلاي حمدي والسلاي هنا بقى الفيلم كله المشوار بقى بقى أكمل وجهه يعني محدش أبدا يختلف على الاتنين اللي انت قلتوهم حدش اختلف على حمدي مجهود بلوكر على أعلى مستوى يمكن يكون من جهة نظري أحسن بلوكر مصري في الوقت الحال أحسن ديفندر أحسن ديفندر مقالو السمين ده عمدي فتحي عمر السلاية قيمة كبيرة جدا ولعيب مهم جدا ورمانة ميزان وعقل وكابتن وكل حاجة حلوة بس بيبقى صعب قوي عليها إن نقبل يعني ما بقدرش ديانجي ما يبتديش هم التلاتة محيرين بصراحة بس ديانجي ما يبتديش مطش بالنسبة لي أو بالنسبة للمعظم الجمهور صعب قوي ممكن يبقى أنا مستمي شوية هفل منه بعد حد أنا بس مع وجة نظرك على كل أحوال بس ما دردش معك بعد شوية تمام بعد شوية قابت بحمدي والسلاية نين قدامهم سافيو برونو سافيو أعتقد الأقرب للزهور في الوقت ده عبدالقادر عبدالقادر شمال كمية عبدالقادر وعلي معلول خلاص انتهت ربط تمام من اتنين دول عارفين وأنا مغمد علي وهو خارج عارف عبدالقادر هيشتغل إزاي عالي عما هيدي العبدالقادر عارف هيشتغل من جوه إزاي أو مع الأطراف إزاي فيلم كله بقى في الحتة اليمين اليمين حتة اليمين الراجل ده هيعمل المعادلة الصعبة ويدي شادي ويحط حسام يدي شادي جناح يمين ويحط حسام راس حربة ده رأيك ده رأيي أنا ولا هيعمل المعادلة بقى السهلة قوي هيبقى طاهر وشادي تجيب طاهر يمين وتلعب شادي راس حرب ده عشان بتلعب مطش بره أرضك ماشي أنا بلعب بره أرضي ولا عشان أنا قوتي بتبدأ من فوق مش بتبدأ من الحتة اللي هي المرأبة اللي في الخلف لا أقصد أقول أنه طبيعة المباراة دي حجم حجم المغامرة فيها مش هيبقى كبير أظن كده يعني أظن أنه أنت مش محتاج تغامر في المباراة دي لا مش محتاج تغامر كأهلي كمارسيل كولر يعني عايز تكسب عايز تكسب لو فيه تعادل وتستنى هنا لغاية لما ترجع برضو وي نوت بتأخر بتأخر فبالتالي أنت مش هتنزل بتقلك الهجومي كله عشان كده أنت اخترت التشكيل ده وبالتالي لما أرجع هنا ممكن فيه أسماء تانية مختلفة بالذات هجومية ولا حسابتك كذلك أنا كده أنا حساباتي أن أنا بأمن في الحتة أن أنا عايز أكسب هناك ده تأميني وفي نفس الوقت تأميني الدفاعي أن أنا مخسرش أحدك كنت بتقول بنتكلم في أن أنا معي بونت موجود مخسرتوش بس عندي أداة موجودة في الملعب من الأسماء دي كلها تقدر تحلل اللغز إذا كانت فردي ولا جماعي الربط ما بين طهر وصافي وعبدالقادر ده أسيبك من جماعة هجيلك فيه عشان عايزك تقرر لي أرقام الأهلي الفردي الحلول الفردية اختار لي أهم ثلاث أسماء في الأهلي بيمثلوا الكابتن عمر حديدي هما دي المفاتيح اللي ممكن تعمل الحلول الفردية أو الوان تو وان أو تغير عبدالقادر وشادي وسافيو بالترتيب كده عبدالقادر وشادي حسين وسافيو عبدالقادر عبدالقادر الأرقام بتاعت الأهلي لحد ما محيارة جدا المسلم اللي فات هجوميا الأهلي هو أقوى هجوم دفاعيا الأهلي هو أفضل دفاع ورغم كده كان عندنا مشاكل كتير جدا في بعض المباريات اللي خسنا فيها نقاط وطلع منهم المطشط اللي خسرناها أو خسنا فيها نقاط بفعل فاعل لكن في وقت كتير جدا أنا بشوف أنه حتى لو التحكيم أو الحكم حرر لك من أنك أنت يحسب لك هدف صحيح أو أنه ميحسب لك شدارك للجزاء أو أنه يحسب عليك هدف مش سليم سيبك من كل ده أنا شاف أنه الأهلي دايما يعني اتمنع أو ما تحسبلوش هدف يقدر يجيب اتنين وثلاثة واربعة لكن الألقاب دي بالنسبة لي علامة استفهام لأن الأهلي لم يعاني دفاعين ولم يعاني هجومين الرغم كده كان مستمت خالج من الألقاب تمام فالمشكلة فين يعني مسايف المشكلة فين تركيز التركيز للعيبة أنا كخط ظهر بنقض مع بعض بنتكلم ما ليش دعوة حسام شادي صافيو ميسي أفشا ضيع زي ما ضيع أنا أحافظ على مكاني أوصل بمعدل معين أن شبكة شبكة تبقى عزراء أعمل نفس ترجط ما بيننا وما بين بعض إحنا المطشي الأولاني والتاني والتالت وبنعد وبنعد مع نفسنا لغة ما وصلنا عشر مطشيات إحنا ملتزمين إن إزاي ما يجيش فينا جون ولو جبنا جون إزاي نحافظ ونعززه ونأمن إحنا مصدر الطمأنينة مع الحارس للعيبة نص الملعب والفراودة ده بالنسبة لخط الظهر كذلك الحتة الخاصة بالشناوي الربط ما بين الشناوي وخط الظهر ده الطمأنينة اللي بتدي ضوء بصيص نور لنص الملعب والفراودة الفراودة بقى الفرصة اللي تجيلك استغل له عشان أنت بتتريحني أنا كمدافع بتخلي مودي عالي أما بتجيب أنت هدف بتخلينا أنا تركيزي بيزيد ويجيب هدفين تركيزي بيزيد أكتر عشان أبقى محجم تحركات الفرود اللي ممكن يجيب فيها هدف بص ماشي إزاي إنت بتوصل للطمأنينة إن أنا ملتزم في المهن وإنت بتجيب هدف بتريحني عشان أبقى أنا بلعب رحي والله إنت بتجيب هدف بتريح 8 مليون أيوة صحيح إحنا أوقات كتير جدا فيه مطساط كتير أوي عشنا فيها حالات توطر كتير جدا الموسم لفت نتمنى إنها ما تحصلش الموسم ده إسم أو اتنين ترحنا عليهم إن هما يكونوا مفاجئة الأهلي في الموسم الجديد جايين من بعيد كده من بعيد شوية تتعقع يكون مفاجئة السكواد الأهلي الموسم ده شادي وسافيو شادي وسافيو بس شادي وسافيو مش جايين من بعيد من بعيد من بعيد من الحطة تانية لكن لا أقصد لعيب ممكن يكون عنده فرصة أنه يتقلق السنة دي يبقى من بره التوقعات من بره المنهج محمود متولي محمود متولي نتمنى إن شاء الله بإذن الله كل النجوم تتقلق وخصوصا إن إحنا متفقلين بالبدايات بداية طبيعية موسم كل واحد فيهم كل واحد فيهم يعمل عليه الزيادة شوية ويجند ده كله للنادي الأهلي في الفترة دي أنت كل واحد فيه يقدر يشيل فرقة الواحد كل واحد فيه يشيل فرقة الواحد جمع ده كله بقى الحضاشة الظن يشيله دولة كاملة مش فرقة كاملة إن شاء الله بإذن الله رهن على نجوبنا وعلى الجهاز الفني بقاياة مارسيل كولر لكل المقدمات وكل الأراء الحقيقة المتعلقة بالراجل ده اللي جاي خصوصا من بره مصر بتراهن على نجحت أجربته مع النادي الأهلي وإن شاء الله البداية تكون من مباراة اتحاد المنستيري يوم الحد اللي جاي بشكرك كابتن عمر وحشتنا ونورتنا حبيب السلام وصعداء بوجودك وحشتنا مكتر والقناة وحشتنا إن شاء الله نكون موجودين بعد كده الفتر اللي جاي إن شاء الله موسم هيكون سخن موسم إن شاء الله يكون فيه استعادة الأهلي لقدراته واستعادة الأهلي لقويته وجبراته مش بس على المستوى المحلي كمان على المستوى الأفريقي والدولي نتمنى إن شاء الله التوفيق لمستر كولر في قيادته للأهلي الموسم اللي جاي بشكر حضراتكم مع المتابعة وبكرة إن شاء الله نتقابل حلقة جديدة والسادسة تحياتي لكل أهلوية اللي تابعونا النهاردة